السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتيك محلي اليوم عندنا اهم اخبار الانتقالات لكل الاندية السودانية وكمان هتكلم في نقاط مهمة جدا جدا تخص اللي هي قضية الموسم وقضية الساحة وقضية الساعة محمد الرشيد رمضان عجب يتارجحون ما بين الهلال والمريخ قبل ما بدل الحلقة ما تنسى اللايك سبسكراب للقناة وتفعيل زر الجرس ولو عملت مشاركة يكون حاجة قويسة جدا جدا حان ابدأ والحاجة بالمنتخب الوطني كالعادة المنتخب الوطني بيواصل تحضيراته لمباراتي غانا في الفترة القادمة انبارح كان عندهم حاجة كده زي يوم ترويحي ترفيهي في مزرعة الدكتور حسن برقو واعتقدين هذه واحدة من الحاجات اللي بتقوي جدا بين الروابط بين اللاعبين والادارة في نفس الوقت اعتقدينها بتسهم كبير جدا تسهم كتير جدا في الانسجام بين اللاعبين اللي هما اساسا بيلعبوا مع بعض سواء كان في الاندية القريبة جدا من بعض ولا هما من دينهم ليهم زمن في نفس التجمع حتى الاضافات الجات على مستور المنتخب في اضافتين تلاتة بالكتير ودي ما بتقدر ما بنقدر نقول عليها انه ممكن تكون ما يكون فانسجام بحكم انه معظم اللاعبين ليهم اكتر من خمس او ست تجمعات بالنسبة للمنتخب الوطني فان شاء الله هنشوفهم في افضل حال في مبارتي غانا ونحن كلنا ان شاء الله دعمين للمنتخب الوطني ونرفع شعار انه نكسب اكبر عدد من النقاط في مبارتي غانا بعيدا عن نكسب المبارة او نخسرها نحن عايزين نكسب نقاط من مبارتي غانا عشان يخلونا في التنافس موجودين ضد جنوب فريغيا وساوتومي حخش على طول في اخبار اللاعبين وانتقالاتهم ما بين الاندية اندية الدور الممتاز حنشوف الاهل مروي اول حاجة ضم احمد سعيد والدبوك مهاجم من الاهل الخرطوم محمد عبدالعاطي من كوبر بلعب الظهير ايمن وايضا زاك الدين محمد من الامر عطبرة بلعب خط وسط وايضا نضافة زبير عثمان من الحاج يوسف مهاجم وايضا نضافة المعز عبدالحليم العجب من التعاون البحراوي ايضا مهاجم وايضا هلالا ابيض ضم محمد حقار لعب المريخة السابق وايضا ضم محمد اماضو في خانة الشباب خانة الشباب عمارة كم كيف بيأت فهم انا دي واحدة من الحياة اللي حتكلم عنها في حلقة خاصة لانه في لعبين كبار اصلا عمارة ممكن تكون قريبا من احنا ديالحالية بلعبوا في خانة الشباب في هنديها كبيرة جدا وضم عدو صراحة هو من اسباب تدهور الكورة في السودان طيب محمد اماضو تكلمنا عنه ضاف ايضا او استعاد اللاعب اللي هو انور السادات من الامل عطبرة محترف ايضا حيا الوادي نيالا كمان سجل في كشوفاته ابراهيم فستق من نادي الازهري محور ارتكاز وايضا خضر دقش مهاجم من الامتداد وايضا مصطفى رمضان الو بلعب وسط من نادي الرميلة وايضا الهلال اضاف مجاهد فاروق كرب وسط اهل شندي وطيب عبدالرازق مدافع الاهل شندي وكمان اكمل تعاقده مع واتاره وعمل عليه شرط جزائي مليون دولار مليون دولار رقم بالتاكيد كبير جدا والاهل شندي تاني سجلوا منه اتنين لاعبين كده مجموعة لاعبين الجو من الاهل شندي للهلال بس حوالي ستة لاعبين الاهل شندي الى اليوم ممكن ما اضاف لاعبين او ما سمعنا باخبار لاعبين اضافوهم في الاهل شندي هلال وبيض حاليا بيرقع في الحاجات اللي ممكن طلعت منه في هذه الانتقالات ما بين الهلال والمريخ حاتكلم معكم اليوم الان يمكن في قضية الساحة وسع قضية محمد رشيد وايضا رمضان اعجب القضية جماعة طعم فيها تطورات كبيرة جدا التطورات بتتمثل في انه حاليا اصبح سوق واصبحت مزايدة مالية واصبح فرد عضلات ما بين مجلس السوبات وايضا مجلس سوداكال في انه منه يقنع جماهير النادي الاعظيم بالنسبة ليه وفي انه دايما هو امكانياته المادية اعلى من التاني وانا لحا سيطر وانا لحا دفع اكتر او ممكن نقول خلونا نكون برضو منصفين اكتر الهلال من اول يوم دخل في الخط في اللاعبين الاثنين اغراهم ماليا من الاخر اللاعبين الاثنين مطلقي صراح ومن حقي نادي دي ناس مفروض بنقطة قانونية اكيد كل الرياضين اللي بيشاهدوني عارفينها كويس انه من حقي نادي يفاوت اي لاعب باقي له في عقده ستة شهور وممكن يوقع بشكل رسمي والعقد بكون ملزم الخطأ كان مش من الهلال الخطأ كان من اللاعب انه مش اوقع مع المريخ والخطأ كان من المريخ انه عارف المعلومة انه اللاعب وقع مع الهلال ومش اوقع معه مجددا انا بالنسبة لي تعاقد المريخ مع محمد الرشيد ورمضان عجب مجددا بعد ما علمه بتعاقد الهلال هو مكسب اداري هو شغل بتاع ضغط اعلامي هو شغل بتاع ما نخط نفسنا قدام المدفع قدام الجماهير في انه احنا فرطنا في اهم اللاعبين في الدور السوداني بعد ذهاب ابو عشرين فبالتالي كان المكسب مكسب اداري اكتر من انه انه يكون مكسب على المستوى الفني مع الاحتفاظة التام بقيبة اللاعبين الفنية اللي ممكن احنا ما نتكلم عن انهم لاعبين دون المستوى وما يستاهلوا كلام ذا كله لا يستاهلوا حتى ولا رقام ارتفعت اكتر من كده بكتير في النهاية ده سوق وانحنا اللي قدام بيرتفع والقروج دي لو جيرا حولناها بالدولار ما بتسوى شيء ما بتسوى اي حاجة ارجع لكم النقطة المهمة جدا المريخ مش زايد المريخ عارفين اللاعبين الاتنين مضوا للهلال مضى رمضان عجب ولا اليوم محمد الرشيد مضى ولا اليوم بتكون في مفاضلة امام لجنة شؤون اللاعبين المفاضلة بتتمثل في انه لغاية مبارح الخبر الطلع بشكل رسمي انه محمد الرشيد ورمضان عجب رمضان عجب اتكلم مع ازلات المريخ انه الهلال عرض لي تلاتين مليون او تلاتين مليار محمد الرشيد اتكلم مع ازلات المريخ انه الهلال عرض لي 33 مليار انت بشهد انت لو كنت لعب كورة ودفع لك 33 مليار بحكم المليار اللي احنا بنفخم فوده بنكبر فوده معينه مع الدولار ما يسوه ولا حاجة وبحكم الوضاع المعيشية والاقتصادية الموجودة هتوافق اكيد مش هتعمل بل بل مش هتحاول تكسب بنت باعتبار انه اعظم اللاعبين انتقلوا بالهلال هيسى بنصطفى وهيقونة الهلال انتقل للمريخ او يتشطم الهلال وسجل المريخ فبالتالي مسألة انه ابن النادي والكلام ده دخل لي بعيد عن اتجاهه لازم يكون في تقييم مادي فالتقييم المادي جاك حتى ولو كان من الندى التقليدي اتحاليا جاي 33 مليار طيب هتمشي ولا هتقول لنا هاختار الشعار ونحنشى العب هناك مع انه ممكن الرقم اللي يكون معروض بغادي اقل من كده كثير واساسا هم من يومين اتكلموا محمد الرشيد ورمضان العجب اتكلموا على انه نحن بنفضل المريخ وبنفضل الاستمرار في المريخ على الهلال وفي كل الحالات ده برضو بخطعة اليوم شنو اللي هو العقوبة في توقيع عقدين لناديين مختلفين معين لاحقية بتكون الهلال والاولوية بتكون الهلال بفكرة انه هو العقد المسجل مع اول لكن بالتأكيد الاستمرارية مع الهلال اولى المريخ بتكون هي اختيار اللاعبين الاثنين بعد ذلك اللاعبين هي الحاد شنو الحاد توقع العقوبة في نفس الوقت ممكن تكون في عقوبة برضو على المريخ في انه عنده المعلومة في انه اللاعبين الاتنين وقعوا مع الهلال وممنوع يعني توقع مع لاعب وموقع مع نادي تاني ولا هم من يمكن عادي جدا يحرم من التعاقدات لو المسألة يتطور طمشق ليفوق في اصوات كثيرة جدا بنتكلم عن انه والد جدا الموضوع يلموه زي ما قلت لكم قبل جدا موضوع شنو موضوع الجهودية عندنا الجهودية ده رافضوا الناس المريخ ورفضوا الناس الهلال بحكم انه المريخ بيقولك دي اللاعبين الاتنين وانا مدت اليوم على فكرة الكلام ده قانونيا ما صح بحكم انه اللاعبين الاتنين هم مطلقي الصراح من ستة شهور زي ما انا قلت لكم قبل في انه من حقهم يفاوضوا والعقد اللي انت وقعته انت ملزم به لازم تنفزه وقعت العقدة ثاني يعني استلم اللي هي شنو العقوبة بعد ذلك انت هتختار هتبشي الهلال او هتبشي المريخ لو اخترت الهلال في هم تكلامي هيكون في مسألة بتاعت شنو انه المريخ يتخسر خسر لاعبينه وبرضه كمان الموضوع خش في مسألة مزايدة ثلاثة وثلاثين مليار وثلاثين مليار هنا حاليا في اصوات صحفية مريخية واصوات ادارية وحتى بعض الجماهيل بيتكلموا عن انه لازم الموضوع انحنا نسحب منه ولو وصل انه نوصل اللاعبين لغاية العرضة شمال نوصلهم لغاية نادي الهلال بحكم منه المزايدة اصبحت مالة كبير جدا وحترهق هزينة نادي المريخ والمريخ من غيرهم يعني برضو حيكون افضل المريخ من غيرهم افضل دي انا دي حرجع لها بعضين في الامور الفنية بعد الانتقالات انتهي بعد ذاك نجي انقيم النادي بالشكل افضل سواء كان اللاعبين بقوا مع المريخ او مشو الهلال وفي كل الحالات اللاعبين الاثنين مكسب ومكسب كبير جدا ما تحاول تقلل مشاء اللاعبين الاثنين سواء كان ثلاثة او بعشرين او برمضان عجب او حتى اللاعب محمد محمد الرشيد الثلاثة اخطيمة فنية عالي جدا والثلاثة حيضيفوا لأي نادي سواء كان قاعدوا مع المريخ او مشو الهلال بعشرين او كيت حسم امره بشكل رسمي فالمسألة بيقة المزايدة او البيقة المفاضلة او بيقة المسألة بتاعت الجودية في انه لاعب مش هلال لاعب مش المريخ والمريخ رافض الكلام ده وهلال رافض الكلام ده وهي المتمسك بحقه الغانوني في انه ممكن توقع عقوبات على المريخ على اللاعبين الاثنين ويقيفوا ستة شهور وما يستفد منه المريخ لا مطولات الافريقية ولا غيره وزي ما قلت لكم في اول يوم ان المنتخب برضو هتضرر المنتخب هيتضرر مش فكرة انه هيوقفوه من اللعب لا يمكن لعب تنافس دولي عادي في القانون اعتقد انه يمكن بيلعب تنافس دولي عادي لكن بيتضرر في انه لا يمكن لعب لعب تنافسي يعني ما حيكون جاهز في مباريات تنافسية تخول له انه على مستوى المنتخب انه يضيف ليك رمضان عجب جبعة هدف المنتخب هدف المنتخب يعني انت لا هدفك محمد عبد الرحمن ولا ينسر المزمن ولا نور الشعله هدفك رمضان عجب محمد الرشيد واحد من العناصر الاساسي وابو عشرين هو الحرص الاساسي ابو عشرين اتحسم امره زي ما اقولني يعني ما عنده مشكلة بالعقوبات الحتيجي في الفترة الجيل لانه وقع عقد واحد لكن دل موقعين عقدين وحاليا لغاية مبارح زي ما قلت لكم عشان الموضوع ما يطوب الكتير انه بشكل رسمي الهلال على سكف القروش جدا في 33 مليار لمحمد الرشيد و30 اللي منوه للاعب رمضان عجب والاتنين ابلغوا المريخ في ان احنا الهلال دافع كده انتوا حتى تتفعوا كده انا بالنسبة لي صراحة مش مش بلوم اللاعبين اي لاعب نحقه ام من مستقبل وبالطريقة لو شايفه مناسبة وبمناسبة اللاعبين الاتنين ديل لو بقوا في المريخ كراحة كده نفسية وكراحة ممكن يكونوا يعني شوية يلعبوا في جو يكون يعني افضل يلعبوا في جو ما يكون فيه والاسترس والضغط الكبير اللاعبين ديل لو مشوا الهلال بأي كانت الارقام لو بعشر مليار لو بثلاثين مليار لو بستين مليار اللاعبين ديل اللاعبين ديل هكوا علوم ضغط كبير جدا جدا والامور النفسية مفروض المدرب حعالية مفروض بافضل الطرق عشان يقدر يستفيد منهم افضل استفادة في الامور الفنية في المباراة الجاء يقدر يقحمهم في التشكيل الهلالي الناس بيتكلم عنه الهلال ممكن ما يحتاجي محمد الرشيد محمد الرشيد لو جاء الهلال هيكون فيه اضافة كبيرة جدا والرمضان عاجب من جاء الهلال هيكون فيه اضافة واضافة مهمة جدا جدا الاثنين اضافة نوعية مهمة جدا بالنسبة للهلال ولو بقوا في المريخ هيبقوا برضو هيشكلوا نفس الاضافة لهم مكار وشكلوها من قبل فبالتالي قضية اللاعبين هتكون مستمرة زي ما قلت لكم سكفة الجروش بيقع عالي جدا المريخ حاليا فيه اصوات تتكلم عنه لا نحنا جدا ما عندنا نتها نحاية اللاعبين خليهم يمشوا ويستلموا الجروش اللهم عايزين ويمشي لعبوا للهلال اللي احنا بنسحب ورقنا فده صوت حاليا موجود بعض الصحاتين المحسوبين على المريخ وبعض الادارين برضو وبعض الجماهيرين بتكلم في السوشال ميديا على النظام ده نشوف شونه اللي بيحصل في الايام الجاي لكننا بالنسبالي لو المريخ لو عايز يكسب مش يكسب جمهوره اصلا الجمهور مع المريخ لو عايز يكسب بونت في الموضوضة ما يعمل مزايدة بقروش كتير على اللاعبين الاثنين لانه انا لابس الشعار وكلان ما تقول لي انه ده فيه تضارب لا انا قصدي قبيل في انه اللاعب من حقه يختار من حقه يمشي المكان اللي هو عايزه ومن حقه في نفس الوقت شنو كمان اأمن مستقبله انما في اتجاه تاني جماعة الشعار والقيمة حقة الشعار وانت لعبت لنا مفروض تكون المفاضلة لنا احنا دايما فده ده ده من منظور شنو من منظور الناس الشغالة في المريخ في انه يقولوا لا انت ما احترمت شعارنا انت ما مفروض ما 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 تستاهل تلبس شعارنا تاني مجددا امشي مكان ماشي احنا ما عندنا اي مزايدة لك في القروش بالشكل الكبير ده فده الشيء انا شايفه شنو يكون مناسب لنظرة المريخ والمريخ زي ما قلنا اندية كبيرة وممكن تسجل اللاعبين وكونوا كويسي جدا سواء كاموا محترفين او على مستوى الدوري السوداني بالنسبة للهلال لو اللاعبين جوا اكيد مكسب بالنسبة اليوم اللاعبين بقوا في المريخ بتأكيد برضو مكسب هنحاول ان شاء الله نتواصل معكم مجددا كل شوية في انه انا اتمنى الموضوع ده جماعة ما يأثر على اللاعبين على مستوى المنتخب يعني في المنتخب يكون في تجهيز نفسي بشكل جيد فلويد فلويد عفوا المدير اوبر فلود ومعه جهازه المعاون اتمنى انه يشتغلوا بشكل افضل في قضية اللاعبين الاتنين ويعزلوهم عن الاعلام بشكل كبير سواء كانت حسم امرهم المريخ او الهلال في النهاية الاتنين اللاعبين للمنتخب الوطني وانا والله يبهي مني على المستوى الاول والمستوى الاهم المنتخب الوطني ومظهره في مباراة غانا القادمة دي اه ممكن كانت رؤيتنا في خبر تاني كمان جمال سالم اه قرر انه يخفض اه عقده او يخفض ارادبه مع الهلال ويحواري جدا انه يستمر في الايام الجاية حتى ابو عشرين مبسوط جدا في انه وحتى هو طالب بانه يكون موجود اللي هو اللاعب اه جمال سالم ودي واحدة من الحياة على فكرة مهمة جدا في انه بتخلق التنافس بين اللاعبين والاهم من دي انه ابو عشرين ممكن مخوة كويس جدا في انه لما نتدرب مع واحد وتنافس مع واحد مستوى عالي افضل من انه اكون انا الوحيد في الساحة الاول لانه ده احيانا ما بتغطورك وابتغليك مستوىك دايما اه افضل دي كانت رؤية من حلقته اليوم اه شكر لكم كثير على حسن المتابعة ان شاء الله دايما تأمين ولامين ودعمين والمشاركات على بسطوة السوشال ميديا تكون كثيرة عشان نقدر ان شاء الله نمشي لك دايما نكون كلنا مع بعض شكر لكم كثير الى اللقاء